بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة الكرام ومرحبا بكم إلى فقرة جديدة من فقرة التعلم لغة الفرنسية مع كتاب بياليغ إيكم بخوندر طبعا كنا قد وصلنا فيما سبق إلى نهاية هذه الصفحة رأينا هذه الأخروف والمقاطع اللفضية والكلمات إذن عندنا مثلن سي سي ثم عندنا سي أو qui se prononce کو qui se prononce کو on a aussi سي آ qui se prononce ك ك après on a سي qui se prononce ك après on a somola كوكوريكو 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 on a لكوكوريكو أبرينا لكوكوريكو كوكوريكو كوكوريكو أبرينا لكوكوريكو كوكوريكو 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 بعدها عندنا كوكوريكو كوكوريكو يدون لصن كي اشتركوا في القناة 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 الوقت شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما نلاحظ عندنا هنا لكان لي طبعا اس تقرأ أي كما رأينا طبعا سواء مع أطر مع أطر طبعا في الصرف للأطر أنا نقول جسوي تي إذن عدنا اس تنطق هذا عدنا إلي يعني هو هنا طبعا عدنا اس تي هنا عدنا اس تنطق اي طبعا هاد اس تأتي مع د هاد اس تأتي مع دي نقول دي مثلا دي عندما نتكلم عن أشياء كثيرة نقول مثلا دي كورن إذن نتكلم عن قرون دي كورن نتكلم عن قرون قرون الحيوانات أو كما عندنا هنا تكون عندنا هاد اس مع ال أو أحيانا كما عندنا هنا تكون عندنا هاد اس مع هاد ال نقول دي كورن يعني القرون القرون تأتي معرفة لكن هنا إذا قلنا دي كورن إذن نتكلم عن قرون غير معرفة يعني واحد القرون إذن ثم عندنا هنا آن كيلو آن كيلو طبعا كما قلنا الآن عندما نتكلم عن دي هادي الجمع دي آه و دي الأين هادي الجمع دي الأه و دي الأين طبعا نتكلم عن آه في المذكر كما عندنا هنا نقول آن كيلو إذن نتكلم عن كيلوغرام في حالة إذا تكلمنا عن المؤنت مثلا هنا نتكلم عن لكاغابين مثلا هنا نتكلم عن لكاغابين نتكلم عن البندقية نتكلم عن البندقية إذن كلمة لكاغابين كما نلاحظ هي كلمة مؤنتة لأن هنا معرفة بهذا إذا أردنا أن نبقي هذا الاسم ناكيرا غير معرف إذن نقول إن كاغابين لا نقول آن نقول إن كاغابين طبعا في الجمعة نقول دي كاغابين في حالة عدم تعريف في حالة عدم تعريف الإسم إذن نقول دي كاغابين في الجمعة في المؤنت نقول إن كاغابين أما إذا عرفنا أما إذا عرفنا الكلمة كما عندنا هنا نقول لكاغابين إذن في الحالة الجمع ديلا إله هو ه evaluation وكذلك في المذكر نقول هنا مثلاً الكيلو الكيلوغرام كما نقول إذن في الجمع نقول لي بنفس شيء بنفس الطريقة إذن عدنا عدنا آ وعدنا إن بالنسبة للمؤنة هذه المذكر إذن في الجمع ديالآ وديالإن إذن هو دي كما قلنا الآن في حالة تعريف نقول ل للمذكر ونقول لا لمؤنة طبعاً الجمع هو لي الجمع هو لي الجمع هو لي إذن كما قلنا الآن لكورن كورن لكورن إذن نتكلم عن قرون البقار أو قرون أي حيوان آخر ثم آن كيلو آن كيلو آن كيلو طبعاً هذك أن تكتب هكذا يعني بحلنا ندره آش آش تكتب بذل شكل يعني الفرق هو هاد اللقيا آش تكتب بذل شكل هذه آش أما كا فتكتب هكذا بدل أننا نمشيها بطول تحت ديريكت تندرها الدور هنا إذن نتكلم عن كار هكذا بينما آش تكون بذل شكل هذه آش هذه كار إذن آن كيلو آن كيلو طبعاً كلمة آن كيلو آن كيلو مثلاً تكتب بذل شكل آن ثم كي كيلو آن كيلو إذن كما قلنا الآن لكورن آن كيلو لا ك إذن عدنا الس أتنطق ك ثم ر أتنطق غ ثم عدنا بي تنطق ب ثم عدنا ن أ كما نقول ن يعني كأنه أتن على الس أتنطق إذن لا ك ر بي ن لكاربين لكاربين إذن نتكلم عن voilà سي لكاربين بعد آن للماء سويفانة كسكو سي كسكو سي سي لكار سي لكار سي لكار لكاربين 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 Après, on a la culotte. Après, on a la culotte. Voilà, c'est la culotte. Après, on a l'image suivante. Que représente-elle? Et l'image suivante. Que représente-elle? Que représente l'image suivante. C'est du café. C'est du café. C'est de parler de la culotte. C'est à dire qu'on peutIsle de la culotte. Arrête nous n'adaptions paye. Hier, on a dis Bros. On a disaggié aussi avec ma国 d'â stronger. Dis accent élaux sous la culotte. On dit autre社 Est-ce queиф de la culotte. C'est de parler de la culotte. Ce night-haves est un peu inconnu. Der dernieritten ou et 있었. Et la dernière image que représente-t-elle ? C'est le canard. Bien sûr, le D, la lettre D, ne se prononce pas. On n'entend pas la lettre D. C'est le canard. بعدir nos pronoms ce paragraphe on a dit mot qui comprennent soit c'est U qui se prononce Q soit c'est O qui se prononce Q soit c'est A qui se prononce K soit k'I qui se prononce K ou bien enfin soit K'A qui se prononce K soit K'A qui se prononce K nous prenons les mots qui comprennent C'est U et qui est dans le son qui on a comme exemple la qui lotte la qui lotte la qui lotte voilà on a venu de voir la pilote c'est la pilote c'est il la qui lotte la qui qui l'a qui lotte la culotte l'huile recule l'huile qui qui l'huile recule lui lui recule bien sûr en qu'il c'est le verbe reculer recule c'est le verbe reculer c'est le contraire du verbe avancé c'est le contraire du verbe avancé avancé bien sûr le verbe avancé il n'y fait le taquadama le verbe reculer le verbe reculer c'est le contraire du le verbe avancé et d'un oua dead fil avancé et d'un lui lui recule lui avance lui recule lui avance lui recule et d'un lui étrange après on a des mots qui comprennent c'est au et qui donne le son co comme exemple coco rico coco rico coco rico c'est le champ du coq c'est le champ du coq on parle du le coq donc on a de la polle et le coq on a de la poelle et le coq donc on a de la poelle et le coq donc on a de la poelle et le coq nous elevons le dirige et d'un oua med bang إذا نتكلم عن غينا أو صوت الدك. يسمى كوكوريكو. أپنا ان كوبي. إذا نتكلم عن نسخة. كوبي كوبي. بيان سور پارفو ام پارل دي verb کپي پارفو ام پارل دي verb کپي ينا نتكلم عن فعل نقالا او نسخا ينا نتكلم عن لورب کپي پارفو ام دي کپی کلي ان کپ وی ان کل ينا احيانا اننا نستنسخ او ننسخ تما نلسخ كما يحدوت على الحاسوب إذن أبرينا سهر أبرينا أبرينا دي مو كي كمبراهن سهر وكي دون لسون ك وكي دون لسون ك كم إجمملك أين كالنر أين كالنر أين كالنر تابعن كمتين شفونا أبرينا أين أين كي سيكري أبار سبب رونس أين سيكري إذن عندنا أين تون تاق مراتنا واحدة C'est une syllabe Après on a ce A qui se prononce K Bien sûr C'est une douzième syllabe Après on a NAR Regardez là Toutes ces quatre lettres Composent ce qu'on appelle Une syllabe Et dans كل هد Al-Aharof Al-Aarba Tout le cas où il mène Une syllabe Un K NAR NAR Le mot CANAR comprend La syllabe K La syllabe K Après on a La CAPITAL La CAPITAL La CAPITAL La CAPITAL La CAPITAL Voilà le mot CAPITAL comprend La syllabe K On a comme exemple Rabat C'est la capitale du Maroc Paris C'est la CAPITAL De la France L'Alger C'est la CAPITAL De l'Algérie Voilà La CAPITAL Et dans كل هد La syllabe K Après on a K Après on a des mots Qui comprennent K Après on a des mots Qui comprennent K La syllabe K Comme exemple Deux kilomètres Deux kilomètres Deux kilomètres 2 kilomètres 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 Metre Metre 2 kilomètres 3 kilomètres 3 kilo Ici on a 1 كilo On a 1 seul Kilo On a 1 seul Kilo Par contre ici On a 3 kilo تلاتات كيلوغرامات إذن انا كيلو ياني هاد أس لا تقرأ لأننا عدن الجمعنا ان كده pluriel انا جوت النس اپره انا دي مو كي كمبهن كا اپره انا دي مو كي كمبهن كا انا كم اجزمبل اين كيلوت كاكي اين كيلوت كاكي اين كيلوت كاكي اذا نتكلم على اللون الكاكي كماذا نقول احنا بالدريجة اذا يكتب هذا الشكل كاكي كاكي يكتب هذا الشكل اين كيلوت كاكي كاكي حتى لا نطيل نكتافي بهذا القدر نستأنف مع الفقر القادم حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة